دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الثاني عشر سعاد السلام عليك ورحمة الله وبركاته البنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا بنت أنا بخير والحمد لله من أين أنت أنا من الرياض ما اسمك اسمي آمنة أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة هو موجه في المدرسة الثانوية وأين أمك هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك لا هي بنت عمي ما اسمها اسمها فاطمة أهي زميلتك لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية ألك أخت لا ما لي أخت ألك أخ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي ما اسمه اسمه سعد أأمك في البيت الآن لا ذهبت إلى المستشفى تمارين اقرأ واكتب كيف حالك يا أبي كيف حالك يا أمي أين ابنك يا زينب ذهب إلى المسجد أين بنتك يا آمنة ذهبت إلى المدرسة لمن هذه الساعة الجميلة أهي لك يا فاطمة نعم هي لي أهذا قلمك يا محمد لا هذا قلمك أنت تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير أنت مهندس يا أخي لا أنا طبيب أنت طبيبة يا أختي لا أنا مدرسة اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تغيير المنادة كما هو موضح في المثال مثال أين قلمك يا أبي أين قلمك يا أمي أعندك قلم يا محمد يا أمي يا أمي أين بيتك يا أستاذي يا أستاذتي أهذا الدفتر لك يا علي يا فاطمة يا فاطمة من أين أنت يا أخي يا أختي أين أبوك يا خالد يا خديجة يا خديجة أأنت مريض يا خالي يا خالتي أين بنتك يا عمي يا أمي يا عمتي ألك أخ يا حامد يا سعاد ماذا عندك يا أخي يا أخي يا أختي السلام عليك يا أبي يا أمي أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية مثال خرج محمد من البيت خرجت آمنة من البيت ذهب المدرس إلى الفصل ذهب أبي إلى المستشفى جلس الطالب في الفصل خرج أخي من البيت تأمل ما يلي جلست الطالبة جلست الطالبة اقرأ الجمل الآتية من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد هي بنت خالتي لمن المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس لمن الساعة التي على السرير هي لزوج أختي أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب الذي التي في الفراغ الكتاب على المكتب للمدرس القلم في حقيبتي مكسور السيارة خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد الكلب في الحديقة مريض الفتى خرج من المسجد الآن من ابن المؤذن تلك البطة تحت الشجرة لبنت الفلاح البيت الجديد في ذلك الشارع للوزير الدرس بعد هذا الدرس سهل جدا من الفتاة جلست أمام المدرسة هي طالبة من ماليزيا أتلك الحقيبة تحت المكتب لك يا خالد لا هي لصديقي محمد الكلمات الجديدة العم أخ الأبي العمة أخت الأبي أبي الخال أخ الأم الخالة أخت الأم الفلاح مستشفى الولادة هم أخ الأم أخ الأم ترجمة نانسي قنقر